اهلا بحضراتكم في برنامج الصفحة الاولى جولة معكم في اروقة الصحافة حول العالم نبدأها بالملفات والعنوين الواشنطن بوست تكتب الرئيس الامريكية توجه الى قمة الناتو وسط انقسامة جديدة بشأن اوكرانيا ونقرأ في وول ستريت جورنال تركيا تعيد السجناء الى اوكرانيا ما اثار غضب الكريملي فينانشال تايمز كتبت الحكومة الهولندية تنهار في ضوء تصاعد الخلافات بسبب الهجرة بعد مرور عام على ارسال الناتو رسالة قوية الى روسيا في قمة موحدة تتسم بالتحدي في مدريد سوف يعد رئيس الامريكي جو بايدن الى اوروبا يوم الاثنين بهدف استحضار شعور مماثل بالهدف المشترك للحلف ولك الانقسامات الواضحة وبشكل متزايد بامكانها ان تجعل الوحدة اكثر صعوبة واشنطن بوست تناولت هذا الموضوع تحت عنوان بايدن يتجه الى قمة الناتو مواجهة انقسامات جديدة بشأن اوكرانيا هنا قالت الصحيفة انه خلال رحلة مدتها خمسة ايام الى ثلاث دول ينوي رئيس الامريكي بايدن الاشادة بقبول الناتو الاخير لفنندا ولكن يجب عليه ايضا التغلب على الانقسامات الشائكة حول امكانية توسع الحلف اكثر هنا اوضحت الصحيفة انه من المتوقع ان تهي من مسألتان مثيرتان على القمة في لوتوانيا وهما رغبة اوكرانيا في الانضمام الى حلف شمال الاطلسي ومحاولة السويد العالقة بين هلالين القيام بنفس الامر اشارت الصحيفة الى قدرة الرئيس بايدن على ابقاء حلف شمال الاطلسي ناتو موحدا في الرد على العدوان الروسية اصبحت عنصرا رئيسيا في خطة اعادة انتخابه ولكن مع منع تركيا السويد من الانضمام وتأخر الهجوم الاوكراني المضاد ومدى التوترات الجديدة بشأن قرار بايدن اعطاء الجانب الاوكراني ذخائر عنقودية يمكن هنا ان تصبح اجتماعاته في اوروبا مثيرة جدا للجدل وبشكل واضح من الامور التي يزداد الجدل بشأنها بحسب ما جاء في الصحيفة هي انضمام اوكرانيا الى حلف شمال الاطلسي يرحب هنا بعض الحلفاء بما في ذلك لوتوانيا مضيفة القمة او مضيفة القمة بهذه الفكرة بينما تحذل الدول اخرى كالولايات المتحدة الامريكية والمانيا من ان هذه الخطوة سوف تصعد من المواجهة مع روسيا طبعا على الفور من المحتمل ان تصل الى المستوى النووية لا تزال المانيا تصر هنا على تأجيل انضمام اوكرانيا الى ناتو بسبب المخاوف من ان تدفع هذه الخطوة التحالف الى الحرب وضوح مع الجانب الروسي التليغراف هذه الصحيفة تناولت الموضوع تحت عنوان المانيا الخائفة تستعد لعرقلة محاولة اوكرانيا للحصول على عضوية الناتو هنا قال مصدر في الناتو للصحيفة ان برلين سوف تستغل قمة الحلفة السنوية في فالينوس بلوتوانيا هذا الاسبوع لحث الاخرين على التركيز على ما يطلق عليه بالضمنة الامنية بدلا من مقترحات العضوية لمساعدة اوكرانيا في الدفاع عن نفسها بحالة عدم الانضمام وفقا للمصدر في الالمانيا لا تريد من الرئيس الروسي بلاديمي بوتين ان يجد نفسه في مواجهة المادة رقم الخمسة من ميثاق الناتو بشأن الدفاع الجماعي والتي بمجيبها يحق لأي دولة عضو في الناتو تتعرض لهجوم خارجي ان تطلب التدخل العسكري من بقية الحلفاء اوردت الصحيف ان الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا كذلك العديد من دول الاتحاد الاوروبية تعمل على تطوير ضمانات امنية ربما تساعد على حماية كييف في غياب عضوية الحلف بحسب ما جاء في الصحيفة يعتقد العديد هنا من قادة اوروبا الشرقية من بينهم رئيسة وزراء استونيا كايا كالاس انه يجب تقديم خارط الطريق لاوكرانيا للحصول على عضوية التحالف في قيمة فالينوس لمناقشة ما جاء في صحيفتي الواشنطن بوست وكذلك التليغراف ينضم لنا من باريس الدكتور رامي خليفة العلي الباحث في الكلسفة السياسية في جماعة باريس سعيد جدا بوجودك دكتور رامي وبعد فترة غياب لم نلتقي على الهواء دكتور اهلا بحضرتك اولا ما المرتقب في قيمة لتوانيا دكتور رامي كذلك حدثني هنا عن قدرة الرئيس الامريكي جو بايدن في توحيد الصف خاصة في ظل الانقسام حول مسألة القنابل العنقودية او الذخائر العنقودية دكتور رامي والاشارة الى انقسام اخر بشأن عضوية اوكرانيا اصلا في حلف شمال الاطلس اهلا بك محمد وسعيد جدا بان اكون معك في هذا الصباح في الحقيقة يمكن تقسيم القرارات المتوقعة للاجتماع القادم لحلف الناتو الى ثلاثة اقسام القسم الاول وهو الذي سوف يمر بدون اشكاليات حقيقية وهي اعادة هيكلة وتموضع القوات قوات الناتو في شرق ووسط وغرب القارة وقد تم الحديث على مستوى في اجتماع وزراء الدفاع الذي عقد في بروكسل وبالتالي لا يتوقع ان يكون هناك اي اعتراضات سوف يمر هذه القرارات بسهولة وبسلاسة المسألة الثانية التي سوف تمر ايضا ولكن بصعوبة وربما تثير الجدل وهي مسألة تزويد اوكرانيا بقنابل العنقودية والاشكالية هنا ان بعض الدول الاوروبية وقعت على اتفاقية لمنع انتشار هذه الاسلحة وترى ان هذه الاسلحة هي اسلحة محرمة وهي في نفس الوقت هي عضو في حلف شمال الاطلسي ربما ذلك يشعر الدول الاوروبية بالحرج وقد تحدثت الرئاسة الفرنسية هنا بانها تتفهم الموقف الامريكي الذي سوف يزود اوكرانيا بهذه النوعية من السلاح ولكنها ترى بان هذه الاسلحة لها تأثير كبير على المدنيين لانه كما تعلم هناك نسبة من 10 الى 30 بالمئة من القنابل الصغيرة لا تنفجر وتبقى لفترات طويلة وتؤتي الى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين المسألة او القرار الثالث الذي لا يتوقع ان يمر وهي مسألة انضمام اوكرانيا الى حلف الناتو طبعا الوعود الغربية شيء والتطبيق شيء اخر سواء انضمام اوكرانيا الى الاتحاد الاوروبي او انضمام اوكرانيا الى حلف الاطلسي الانضمام الى الحلف سوف يؤدي الى مواجهة مباشرة ما بين روسيا وحلف شمال الاطلسي انا لدي علامة تعجب هنا دكور لدي علامة استفهام وتعجب لماذا دكور هو في عقيدة حلف شمال الاطلسي يعني اعود الى الورايقات في تدشين حلف شمال الاطلسي أصلا هل يصح ضم دولة تكون عضوا وهي في حالة حرب الأمر يصح أو أن الأمور ربما استثنائية الآن نظريا الأمر لا يصح ووفقا لاتفاقيات ووفقا لسوابق التاريخية لم يسبق أن كان هناك ضم لحلف شمال الأطلس ضم لدولة إلى حلف شمال الأطلس وهي في حالة حرب ولكن الحقيقة هناك الكثير من النقاط التي تغيرت بالنظر إلى طبيعة الصراع ولكن أنت محق تماما لا أعتقد أن هناك إمكانية لضم أوكرانيا طالما أن الحرب مستمرة ما بين روسيا وأوكرانيا وحتى تضع الحرب أوزارها فإن بعد ذلك يكون هناك إمكانية للانضمام وعمليا الحقيقة بدون انخراط حلف الأطلسي بشكل مباشر في هذا الصراع حلف الأطلسي منخرط من حيث الدعم لأن هناك دعم كبير ولولا هذا الدعم لم تستطع أوكرانيا الصمود أمام القوى الروسية الهائلة التي شهدناها خلال السنة ونصف الماضية وبالتالي باعتقادي أن ليس هناك من إمكانية على إطلاق بغض النظر عن مطالبات الرئيس الأوكراني وبغض النظر عن مواقف بعض الدول وخصوصا دول البنطيق التي ترى بأن انضمام أوكرانيا يعني الوقوف أكثر بوجه الجانب الروسي ولكن أعتقد أن القرار في نهاية المضاف بيد الدول الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية التي ليست في وارد قبول هذا الانضمام لذلك هذا القرار باعتقادي لن يمر على الإطلاق طيب الجارة الألمانية وحضرتك في باريس دكتور رامي أشرت إلى فكرة الضمانات الأمنية بدلا من العضوية السؤال بوضوح كافي الأمر باعتقادي ليس هناك من خيارات أخرى طبعا القارة الأوروبية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية ترى بأن هذا الصراع هو صراع يمس الأمن والاستقرار في القارة العجوز وبالتالي لابد من زيادة الدعم للجانب الأوكراني أتحدث عن الدعم العسكري ومن هنا يأتي مفهوم الضمانات الأمنية الذي هو مفهوم غائم وغير واضح المعالم وبالتالي يتستطيع أو يعطي هامش للمناورة لكافة الدول التابعة لحلف الأطلسي وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة الدعم للجانب الأوكراني وسوف يتم إقرار حزمة من المساعدات مرة أخرى إلى الجانب الأوكراني وسوف يتم تدريب طيارين على طائرات التي يتوقع أن يتم تزويد أوكرانيا بها خلال الأشهر القادمة أيضا نوعيات جديدة ربما من الأسلحة قد تدخل على خط المواجهة وهذا المقصود به الضمانات الأمنية طبعا ألمانيا كما فرنسا كما الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على عدم استفزاز الجانب الروسي بالرغم من الدعم الكبير لأوكرانيا ولكنها لا تريد أن تدخل في تلك المواجهة لأنها تدرك مدى خطورة هذه المواجهة على القارة الأوروبية وكذلك على الأمن والسلم الدوليين طيب دكتور رامي يعني بعد مرور قرابة خمسمائة يوم على الحرب الروسية الأوكرانية طرعا من الخاسر يا دكتور رامي وفي ميزان القوى الميداني أو العسكري ما له الغلبة في الميدان وعلى جميع محاور وجبهة المعركة الحقيقة بحسب القراءة إذا شئت محمد إذا أخذنا القراءة على الورق على الورق روسيا حققت تقدما مهما للغاية هي وصلت حتى نهر دينيبرو قامت بضم المقاطعات الأربعة هي تقاتل على حدود تقريبا هذه المقاطعات لديها تقدم من الناحية العسكرية وبالتالي هي تحتل 20% من الأراضي الأوكرانية ما قبل بدأ هذه العملية العسكرية محتفظة بشبه جزيرة القرم لكن الحقيقة الخسائر الكبيرة محمد الذي تكبرت القوات الروسية ربما لا يمكن تبريرها لأنها لا تساوي الحقيقة حجم هذه الانتصارات هناك خسائر كبيرة للغاية إذا ما أضفنا إلى ذلك الخسائر الاقتصادية الخسائر السياسية هناك الكثير من معاناته روسيا خلال تلك الخمسمائة يوم إذا شئت طبعا بالمقابل هناك نجاح للستراتيجية الغربية ونجاح محدود إذا شئت وهي عملية إغراق روسيا في المستنقع الأوكراني وأصبح الخروج منه مسألة في غاية الصعوبة ولديه تكاليفه السياسية على الرئيس بوتين الخسر الآخر الذي ربما هو الخسر الأكبر هو الشعب الأوكراني الذي تكبد الحقيقة خسائر فادحة على مستويات متعددة على مستويات بشرية بالدرجة الأولى على مستوى البنية التحتية التي تمرت في عدد كبير من المدن عدد الضحايا الكبير للغاية بعض المناطق تم تفريغها من سكانها منطقة باخمت على سبيل المثال الذي جرى الحديث عنها مطولا وبالتالي الشعب الأوكراني خسر الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية أيضا تعرض لهزة كبيرة وتاليا العملية التضخم التي تشهدها الدول الأوروبية أزمة الطاقة حقيقة الكثير من التداعيات ربما على المستوى الدولي منها أزمة الحبوب على سبيل المثال وبالتالي كانت أزمة كارثية على مستوى المنطقة منطقة شرق أوروبا وكذلك على المستوى الدولي أنا أطفق مع هذه الكلمات الأخيرة نقطة واحدة قبل الرحيلة دكتور رامي كما يقال والعهد هنا على التارجم رئيس الأوكراني كانت أدي مقابلة تذكر يا دكتور رامي مع سي أن أن ماذا قال فيها هو طلب وهدد طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعوة وقبول بلاده في صفوف حلف شمال الأطلسي بما هدد هدد بتخطي الاجتماعات حال عدم وجود أي أخبار صار وقع هذه الكلمات دكتور رامي على الحلفاء الغربيين لا شيء حقيقة الرئيس الأوكراني يتحدد كثيرا وهو يطالب كثيرا أيضا لكن عمليا التأثير على الحلفاء الأمر يتجاوز أوكرانيا الأمر يتعلق بالتوازنات الإستراتيجية وبالتالي حلف الناتو ليس برئاسة زيلنسكي وإنما هو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى من الناحية العسكرية وبالتالي هذه هي التي تضع في نهاية المطاف القرار الإستراتيجي والقرار العسكري يستطيع الرئيس زيلنسكي أن يطلب ما يشاء ويستطيع أن يطالب بما يشاء ولكن عمليا في نهاية الأمر لن يكون هناك قرار في غير صارح الدول الغربية وأعتقد أن هذا التهديد ليس له قيمة على أرض الواقع يمكن أن تركن إليها الدول الغربية أشكرك جزيلا دكتور رامي على أمل اللقاء مجددا على شاشة الغد رامي خليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس شكرا جزيلا سيدي نواصل معكم جولتنا في أروي قفاء الصحافة في الجارديان احتجاج مواطني كوريا الجنوبية بسبب إطلاق المياه من محطة فوكوشيما قالت الصحيفة إن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي وخلال زيارته لسيول في محاولة ما لتهدئة المخاوف بشأن خطة اليابان لتصريف المياه المشاع المعالجة من محطة فوكوشيما في المحيط قبلة باحتجاجات على الرغم من إعلان حكومة كوريا الجنوبية احترامها التام للتقرير الأممي كما أن مئات الأشخاص ربما خرجوا إلى الشوارع بالأمس للاحتجاج على هذه الخطة في الشرق الأوسط مصيرات تحالف الدولي انتهكت بروتوكولات تجنب السيدان في سوريا وفق هيئة روسية تقول الصحيفة إن مركز المصالح الروسي ذكر أن طائرات المصيرة تتبع التحالف الدولي انتهكت بروتوكولات تجنب السيدان في سوريا تسع مرات خلال الساعة الأربع والعشرين الفائتة وقالت واشنطن من جانبها اتهمت موسكو بمضيقة طائراتها لمصيرات أمريكية من تراز مكيو ناين أثناء المشاركة في عمليات ضد تنظيم داعش في سوريا للمرة الثانية خلال أربع وعشرين ساعة فينانشال تايمز كتبت ريشي سوناك لن يحذو حذوى رئيس بايدن في منح أوكرانيا أسلحة عنقودية الصحيفة ذكرت أن ريشي سوناك رئيس الأزراء البريطاني قال إن بريطانيا تثبت استخدام هذه القنابل العنقودية في أوكرانيا بعد يوم واحد من موافقة بايدن على تزويدها بهذه الدخائر المثيرة جدا للجدل تضيف الصحيف أنه من المتوقع أن يناقش رئيس الوزراء هذا الأمر مع رئيس بايدن اليوم عندما يلتقي الثناء خلال زيارة قصيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بريطانيا نيويورك تايمز تكتب يلون تحت أو تحث الصين على زيادة استثماراتها في تمويل المناخ الصحيفة قالت إن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلون وخلال زيارتها للعاصمة بكين زيارتها للعاصمة بكين والتي تسعى فيها هي إلى تنمية مجالات التعاون بين واشنطن وبكين دعت الأخيرة إلى أهمية مساعدة الدول النامية على مكافحة تغير المناخ حتى الصين والتي تعتبر أكبر مصدر لغازات الاحتباس الحراري في العالم على دعم صنضيق تمويل المناخ الدولية احتج الكريملين على عودة عدد من قدرة كتبت الزوفة الأوكرانية من تركيا إلى أوكرانيا برفقة رئيسها في خرق واضح لاتفاق كان يقضي ببقائهم هناك في تركيا حتى نهاية الحرب تناولت هذا الموضوع تحت عنوان تركيا تعيد السجناء إلى أوكرانيا ما أثر غضب الكريملين هنا أفدت الصحيفة أن خمسة قاد عسكريين أوكران كانوا محتجزين في تركيا منذ أن أطلقت روسيا صراحة في تبادل للأسر العام الماضي عادوا إلى أوكرانيا بالأمس ما أثر غضب روسيا التي قالت إن ذلك ينتهك شروط الاتفاق الذي توسط فيه الرئيس أردوغان الصحيفة أوضحت أن الرجال الخمسة الذين قادوا دفاع أوكرانيا عن مدينة ماريافولا السحلية في المرحلة الأولى من الغزو الروسي العام الماضي استسلامه في شهر مايو من نفس العام من بين مجموعة تضم أكثر من ألف مقاتل تقريبا ينتمي العديد منهم إلى كاتبة أزوف التي صنفتها روسيا كمجموعة إرهابية بحسب الصحيفة تعهدت روسيا بمحاكمة هؤلاء الرجال لكنها أطلقت صراحة 215 منهم في إطار عملية لتبادل السجناء الوسطة هنا تركيا في شهر سبتمبر الصحيفة أشارت إلى أنه بموجب الاتفاق كان من المفترض أن يبقى الرجال الخمسة في تركيا حتى نهاية الحرب نقلت الصحيفة تصريح المتحدث باسم الكراملين ديمتري بيسكوف الذي قال إن روسيا لم يتم إبلاغها حتى وقال إن عودة قادة أزوف من تركيا إلى أوكرانيا هو انتهاك واضح مباشر لبنود الاتفاقات القائمة وقال ديمتري بيسكوف إن قرار إعادة زعماء كتيبة أزوف يظهر أن تركيا تتعرض لضغوط لإظهار مدى تضامنها مع حلف شمال الأطلسي والتي هي عضو فيه قبيل قمة الحلف المقبلة انهار الاتلاف الحكومي في هولندا بزعمة رئيس الوزراء مارك روتا بعد عام ونصف فقط في الحكم إثر خلافات على إجراءة الحد من تضفق المهاجرين تناولت هذا الموضوع تحت عنوان الحكومة الهولندية تنهار في ضوء تصاعد الخلافات بسبب الهجرة ذكرت الصحيفة أن الخلافات حول سياسة اللوجو أدت إلى تقسيم ائتلاف رئيس الوزراء مارك روتا وهو المكون من يمين الوسط والأحزاب الليبرالية ليعلن رئيس الوزراء أن حكومته الائتلافية المكونة من أربعة أحزاب قدمت استقالتها للملك ويليام أليكساندر وبشكل رسمي الصحيفة قالت أن مارك روتا يتولى السلطة منذ عام 2010 مع أربع حكومات ائتلافية وهو ثاني أطول زعيم في الاتحاد الأوروبي لكن الخلافات حول سياسات اللوجو أدت إلى حالة من انقسام التحالف ما دفعه إلى وصف الأمر بأنه مؤسف للغاية طيب بحسب ما جاء في الصحيفة رفض حزبان في هذا الائتلاف دعم اقتراح مارك روتا للحد من عدد طالبي اللجوء بعد ثلاثة أيام من المحادثات الصعبة رغم ارتفاع أرقام اللاجئين خلال العام الماضي وحدث وفاة طفل في صالة رياضية في أحد مراكز استقبال اللاجئين في شهر أغسطس الماضي هنا أفدت الصحيفة أن حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية سعى إلى تقليل عدد طالبي اللجوء الذين يمكنهم إحضار عائلاتهم إلى هولندا عدت أراد حصر ذلك فقط على أولئك الذين يتعرضون لخطر شخصي وعدم السماح للفرين من المجاعة أو حتى الحروب بالقيام بذلك لكن الحزب الديمقراطي المسيحي عارض هذه القطة وبشدة تشعر القيادة الصينية بالقلق ربما من تدخل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان عسكريا على نشوب صراع في مضيق تايوان صحيفة ساوت شاينا مونين فوست تناولت هذا الموضوع تحت عنوان زيارة رئيس الصيني شي جنبينج لقاعدة عسكرية تسلط الأضواء على حالة القلق بشأن التدخل الأمريكي في صراعي تايوان الصحيفة أشارت إلى أن رئيس الصيني شي جنبينج زار مقر قيادة المنطقة الشرقية العسكرية التابعة للجيش الصيني يوم الخميس الماضي وحثت ضبط هناك على اليقظة باتجاه المخاطر المحتملة وأشار إلى أن الوضع الأمني متقلب ولا يمكن أبدا التنبؤ به وقال إن العالم دخل فترة جديدة من الفوضى والتحول محللون قالوا للصحيفة أن زيارة الرئيس الصيني شي جنبينج الأخيرة إلى مقر قيادة المنطقة الشرقية العسكرية المسؤولة عن مضيق تايوان تؤكد مخاوب بكين من تدخل واشنطن وطوكيو عسكريا على وقوع هجوم على هذه الجزيرة من جانبه لفت الأستاذ في جامعة شينغهاي للعلوم السياسية نيل ليسون إلى أن زيارة الرئيس شي جنبينج للقيادة الشرقية تأتي بعد أقل من أسبوع واحد من زيارة وفد مجلس النواب الأمريكي إلى الجزيرة تايوان وتمرير الكونغرس الأمريكي لمشروع قانون الموازنة الخاص بالدفاع لعام 2024 والذي يتضمن تدريبات مشتركة مع تايوان وبرنامجا لتدريب قوات تايبي نوه ليسون إلى أن زيارة أعضاء الكونغرس الأمريكي لتايوان تزيد من الضغط على العاصمة بكين يشعر هنا الرئيس الصيني بالخطر بسبب الصراع المستمر في أوكرانيا والذي وضع الولايات المتحدة الأمريكية على أهبة الاستعداد للتدخل عسكريا في أي وقت وفي أي صراع عودة معكم مرة أخرى لمتابعة أبرز الملفات والعنوين التي اهتمت بها الصحف العالمية ما تقالت؟ قالت إسبانيا وبريطانيا تحذران من إرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا أضفت المجلة أن مدريد ولندن لا تشجعان إطلاقا القرار الأمريكي بإرسال قنابل أو دخائر عنقودية إلى أوكرانيا مشيرة إلى أن وزيرة الدفاع الإسبانية قالت إن بلادها لديها التزام راسخ مع أوكرانيا لكنها ملتزمة أيضا بعدم تسليم أسلحة أو قنابل معينة تحت أي ضرف من الظروف في الجارديون نقرأ أيلتون جون يقدم عرض الوداع الأخير في السويد الصحيفة تقول إن السير أيلتون جون مغني ألقاب الشهير والبلغ من العمر وربط الستة وسبعين عاما سيقدم ما وصفه هو بالعرض الأخير أو عرض الوداع الأخير في السيكولم نهاية هذا الأسبوع تضيف الصحيفة أن جون يجوب العالم منذ عام 2018 في جولة غنائية ماراتونية نيويورك تايمز تكتب ميغان رافينو تعلن أن كأس العالم المقبلة هي الأخيرة لها تقول الصحيفة إن نجمة المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات وهي اللاعبة الأكثر صراحة سياسيا أعلنت أنها تخطط للاعتزال بنهاية العام مضيفة أن رافينو البالغة من العمر 38 عاما تلعب في صفوف المنتخب الأمريكي للسيدات منذ عام 2006 ستكون كأس العالم في أستراليا ونيوزيلاندا المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر هي الرابعة لها فينانشيل تايمز كتبت تسارع مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية الصحيفة قالت إنه وفقا لبيانات وتحليلات أيضا من شركة أطلس بابليك كوليسي الاستشارية وصلت مبيعات السيارات الكهربائية في أمريكا إلى أربعة ملايين بنهاية شهر يونيو الخبراء يقولون إن السبب هو مجموعة من التخفيضات في الأسعار في تيسلا وفورد هذا العام كذلك اتمانات ضريبية وصلت إلى 7500 دولار للمستهلكين بالإضافة إلى قدرة تصنيع أكثر إلى هنا نصل معكم إلى ختام جولة الصحافة العالمية شكرا على طيب المتابعة ودوما في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة